التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان خلال فعالية المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وخلال اللقاء تم بحث فرص التعاون بين الحكومة والمنظمة في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين بشارم الشيخ حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية تعزيز العمل المشترك مع كافة الجهات الدولية لتبادل الرؤى لدفع الجهود العالمية بشأن العمل المناخي موضحة أنه من أجل دفع العمل المناخي وتعزيز التمويل للاقتصاديات النامية والناشئة لابد من تعزيز أطر التمويل المبكر